بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم في الحلقة الثانية من مقرر الحاسوب والذي يشتمل على مجموعة من المفاهيم والمهارات وتتناول هذه الحلقة موضوع منظم التشغيل إن الكيان المادي للحاسوب يتكون من وحدات مترابطة تؤدي كل منها وظيفة محددة عند معالجة البيانات المدخلة ويعتبر نظام التشغيل مسؤولا عن تتابع تنفيذ البرامج بين هذه المكونات وفق توزيع أمثل للكدرات وللزمن ويعتبر نظام التشغيل حلقة وصل بين الجهاز والإنسان لنتمكن من إعطاء الأوامر للحاسوب أعزائي المشاهدين إن نظام التشغيل مجموعة من برامج التحكم يضعها المصممون لضبط تشغيل جهاز الحاسوب وتنظيم عمل وحداته المختلفة بالطريقة الأمثل من حيث توزيع الأدوار والوقت المستهلك لتنفيذ المهمات المنوطة بكل مكون من مكونات الحاسوب وعليه يمكن تلخيص وظائف نظام التشغيل كما يلي أولاً إدارة المعالجات ثانياً إدارة الملفات والتطبيقات ثالثاً إدارة الذاكرة رابعاً إدارة وحدات الإدخال والإخراج وخامساً الحماية والمحافظة على أمن وتكامل المراجع عزيز المشاهد يمكن تصنيف أنظمة التشغيل من حيث طريقة التعامل مع المهام إلى ثلاثة أصناف وهي أولاً أحادية المهام ثانياً متعددة البرامج ثالثاً متشاركة الزمن أو تايم شيرينج ولتوضيح ذلك دعنا نأخذ المثال التشبيهي التالي لنفترض أن لك سيارة أجرى وتعمل عليها لوحدك فإنك لن تستطيع تحقيق الاستفادة الكسوى منها وذلك لأنك بحاجة إلى الأكل والنوم وقضاء احتياجات المنزل وغير ذلك إذن ستكون السيارة في كثير من الأحيان غير مستغلة وهذا يشبه نظام التشغيل أحادي المهام أما إذا كانت السيارة لثلاثة أشخاص مثلاً فإنهم يتناوبون على قيادتها وعند وجود حاجة لأحدهم ليرتاح أو يأكل فإنه يسلم السيارة لشريكه ليتابع العمل عليها وبالتناوب حسب الحاجة وبذلك تعمل السيارة طوال الوقت وتحقق الاستفادة الكسوى وهذا يشبه نظام التشغيل متعدد البرامج أما إذا كانت السيارة لثلاثة أشخاص واتفقوا على أن يشغل السيارة كل شخص منهم فترة زمنية محددة ثلاث ساعات لكل واحد مثلاً فستعمل السيارة أيضاً طوال الوقت وتحقق استفادة كسوى وهذا يشبه نظام التشغيل متشارك الزمن في المثال المذكور السيارة تمثل المعالج والسائكون يمثلون البرامج التي ينفذها جهاز الحاسوب عزيز المشاهد من البديهي أنك حين ترغب في اكتناء جهاز حاسوب أو أحد الأجهزات الذكية أن تسأل ما هو النظام الذي تم تثبيته على هذا الجهاز في اهتمام واضح بمواكبة أحدث الأنظمة المستخدمة وفيما يلي نبذة مختصرة عن أشهر أنظمة التشغيل المصنعة من مختلف الشركات العالمية أولاً نظام النوافذ ويندوز وقد يكون نظام تشغيل للأجهزة الشخصية ويندوز 7 أو ويندوز 8 أو ويندوز 10 أو قد يكون ويندوز يخدم الأجهزة المركزية السيرفرات مثل ويندوز سيرفر 8 أو ويندوز سيرفر 2012 وهذه الأنظمة من إنتاج الشركة العالمية المعروفة مايكروسوفت ثانياً نظام لينوكس وينتج منه عدة نسخ من شركات متعددة وقد جاء تطويراً لنظام يونيكس الذي أنتجته الشركة الأمريكية AT&T في أواخر الستينيات ومن أبرز نسخه ردهات وأوبونتو ثالثاً نظام ماك أو ماكينتوش وهو من إنتاج شركة أبل وهو ذو كفاءة عالية في المعالجة ويفضله المصممون لغرافيكيون رابعاً أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية وهي تعمل بنظام اللمس ومن أمثلتها أندرويد وبي او اس وبلاك بيري ويندوز فون وغيرها إلى هنا أعزاء المشاهدين ينتهي لقائبكم في هذه الحلقة والتي تضمنت مجموعة مهمة من المفاهيم والمهارات المتعلقة بأنظمة تشغيل الحواسيب على أمل لقائبكم في حلقة قادمة لنناقش مجموعة أخرى من المفاهيم بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر